ام بتحكي بتقول انا كتير حبيت جوبتها انا على ابنها المراهق اللي عمله يتعبها ومش عارفي كيف تتعامل معه بتقولي بس انا كمان عندي مشكلة كبيرة انه لما بدايق اخواته وبضربهن وبحرجهن وهن يصاروا قريب بعمر المراهقة انا بصير احس حالي بده اموت وبتصير حرب بيني وبين جوزي كيف اعمل شو اعمل انا حابة اسمع منك طريقة كيف اعمل انا بدي ايكي تعرفي انه بما انه البنات كمان صاروا بسن بدهن قريبين من المراهقة هدولة لولاد بدهن ام واعي تعرف وانت انا كيف حسستك من طريقتك انك انت بدك تعرفي هذا الصبي اللي انت قاعد بتكوني هالقدي بدك تحس حالك بدك تموتي وابوه بتصيري حرب انتو هيها تحتاج لنموذج انا واضح الي انه الابو فاهم الولد الابو بده يتعاطف مع الولد وبده انه الولد يتطور بشخصية سوية بس طبعا انا وياكي والابو بدناش انه يتطور بشخصية سوية وسعيدة على حساب اخواته فشو الحل الحل واهوان اشي بهذا العمر انه لما بنقعد بالجلسة الفردية واحنا حكينا هذيك المرة عدنا بالجلسة الفردية وحكينا كيف ننتعامل احنا وياه لحتى انه يتجاوب بانه اول اشي انا امدحه امدح سلوكه المستحب وقوله قديش انا لازم اتغير انا معجبة فيك بواحد تنين تلاتين والمدح يكون بكل انواع السلوك اللي تابع للعائل اذا كانه بتميز للعاطفة يعني عنده هواي عنده موهبة بحب يتطوع وبنفس الوقت كمان الحركة الجسمانية الانشطة الجسمانية هذا بدي اياه يصير يعرف اني انا شايف في كل هالتميز اللي عنده الان قصة اخواته اخواته انتي اهم اشي انك ما تأخذي موقف وانتي تقرري هذا جيل اللي صار فيه ابنك بفهم بالمنطق انا بعد ما امدحه وبعد ما انا افرجيه واعرض له قديش انا مركزة على سلوكه المستحب بدي اياه يفهم انا وياه شو بتطلب مني اعمل لما انتي بتتصرف تصرفات اللي فيها انا بصير حاسي حالي بده اموت لما اخواتك انتي بتحرجهن اقترح علي انا بديش انا اللي اقترح بديش انا اللي ابادر بديش انا اللي ادايقك انا بدي ياك انتي تقول لي شو بدك تعمل لما بتطلع عن الاتفاق احنا بالاتفاق تبعنا انت بتاخد اللي تستحقه وانا بعملك باني انا انتبه لانك انت ايجابي وانت قاعد بتتصرف بواحد اتنين ثلاثة سلوكيات مستحبة من الثلاث جوانب مهم الثلاث جوانب الي انك انت تفرجيه انك مركزي وسجليهن اذا بتنسي كتبيهن على ورقة حتى انك تقول له ياهن لانه كلنا منحب انه اللي عايش معنا اللي بالبيئة الاجتماعية ينتبه لسلوكنا المستحب ومش ينتقده سلوكنا غير المستحب انت بدك تتجاهل سلوكه غير المستحب وبدك تركزي بالمدح وبدك توضحي له انك انت شايفي بيقترح عليكي انا ما باخدش مصروف مثلا ما باره هو شو اللي بيجع باله انا مش لازم اكون مع صحابي باليوم اللي فيه احتفاليات انا هو بيقترح هو بيعرف وجعه اذا بده يحرم حاله هو بيعرف كيف يحرم حاله طيب وهل انا لما اخد انت اخدت هذا القرار انا اتدخل ولا انت لحالك بتنتبه وبتفرجيني انك انت مدفئ معاي كتير بدي اياه يعرف انك انت محترمي شخصيته محترمتيه وحابة انك تتعاوني معه مش انت سلطة وانت شرطي هو الشرطي وهونا احنا من ربي ولادنا على انه يسيروا هني عندهم تقدير هني الزاتي وهني يعرفوا كيف يضبطوا رغباتهم يضبطوا مقهاراتهم لاخواتهم يضبطوا مادة الايد هني مش انا مش احنا وهيك بالتربية هاي انت بتكوني ديمقراطية وبنفس الوقت قاسي ليه قاسي؟ لانك عم بتسلمي المهام يسير هو تحت السيطرة من ذاته مش انت السيطرة هو وهيك بالاتفاق وطبعا اذا اخل بالاتفاق بهدوءك تقعد كمان مرة بجلسة فردية وتقولي له انا مقدرتش اتدخل لاني بديش احرجك انت عطيتني اقتراحات بالاتفاق وانا بدي اني انا اوافق معك وانت تكون قدي المسئولية يوم ورا يوم هذا بده تعويض وتدريب والثبات ممنوع تطلعي عن عصابك ممنوع تصرخي ممنوع تقولي انا عصبية هنا التحدي تبعك تيجي بتقولي لي انه ما زبطش معه ما زبطش معك معه بزبط بس اذا بتثبتي وبتدومي وما تنسي مهم كتير له بهذا العمر تأجج لانه جسمه قاعد بتطور والمراهق متأجج انه تخليه يدخل بنوادي هو يقرر كمان بالجلسة وين وكيف حتى انه يثبت على البرنامج ما ثبتش بغير معليش معه ملء الحرية بس انت بينك وبين نفسك تكوني رايقة اهم اشي تكوني رايقة وفي بعض الاحيان بقدر اقولك سلمي لوالده المهام بالنسبة لجانب من الجوانب مثلا التنفيس الحركي اللي هو اياه يتفقه هو اياه يرتبه وانا كيف شايفة انه ابوه ايجابي وهيك انت بتبطلي حاس حالك قدك تموتي وبتصير العصبية يوم ورا يوم تخف وتخف لانك عم تنجحي وانت العصبية بتزيد لما انت بتفشلي ممنوع هتخلي حالك تفشلي اثبتي وداومي وهي اعطتك حلقة جديدة كمان مرة لقلك خصوصي لان انا شايفتك انك انت بدك الداومي وبدك التدريب وان شاء الله انك تتوفق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر